وجه رئيس عبدالفتاح السيسي بعدم الاكتفاء بإقامة الأنشطة التجارية والخدمية في عملية تطوير الجارية لمرافق والطرق وكبار العاصمة وإضافة البعد الثقافي والمعرفي لهذه الأنشطة خاصة إنشاء المكتبات جاء ذلك خلال اجتماعا للرئيس السيسي مع مستشار الرئيس الجمهورية للتغطية العمرانية اللواء أمير سيد أحمد وعدد من المسؤولين الرئيس عبدالفتاح السيسي مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتغطية العمرانية واللواء أركان حربه شام السويفي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة واللواء أشرف العربي رئيس المكتب الاستشاري بالهيئة الهندسية والعميد عبدالعزيز الفقي مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف الإنشائي لمشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية خاصة في قطاعات الطرق والكباري والمشروعات الإنشائية والمعمارية إلى جانب العاصمة الإدارية الجديدة وقد تم في هذا الإطار استعراض عملية تطوير الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى وذلك في إطار المخطط القومي الشامل لحل مشكلة الاختناقات المرورية خاصة ما يتعلق بربط الطريق الدائري الأوسطي مع المحاور الرئيسية المختلفة لسيما طريق الأوتوستراد فضلا عن رفع كفاءة الطرق وزيادة المحاور المرورية بمنطقة هطبة المقطم وربط الهطبة بمحور رياس الرزق وذلك في إطار مخطط التحديث الشامل الجاري في منطقة المقطم كما تابع السيد الرئيس في ذات السياق مستجدات تطوير قطع الخدمات لعدد من المناطق في القاهرة لسيما إنشاء الأسواق المركزية الحديثة في عدة مناطق وكذلك عملية التنصيق الحضري والحضائق المحيطة بموقع القلعة وتطوير مدخل العاصمة في الشرق بمنطقة شارع حسين كامل حيث سيشمل هذا التطوير توفير العديد من الخدمات والمناطق التجارية إلى جانب إقامة حضائق وكبار للمشاة وكذلك رفع كفاءة وجهات العمارات والمباني المطلة على الشارع على نحو يليق ويتكامل مع التحديث والتطوير الشامل للقاهرة الكبرى كما تم استعرض الموقف الإنشائي والهندسي لعدد من المنشآت بالعاصمة الإدارية الجديدة خاصة الحياة الدبلوماسية فضلاً عن الأحياء السكنية المختلفة بالعاصمة ومناطق الخدمات المخصصة لها وقد وجه السيد الرئيس بعدم الاكتفاء بإقامة الأنشطة التجارية والخدمية في عملية التطوير الجارية لمرافق وطرق وكبار العاصمة وإضافة البعد الثقافي والمعرفي لتلك الأنشطة خاصة إنشاء المكتبات